يعني أسامة خدت كلمة من على الثاني زي من شهر خمسة تقريباً فترة مش بالبعيدة كان النادي الأهلي متوج بالسوبر وقلتلكه هنا النادي السوبر للجمهور السوبر وبطلط السوبر وأنا عايز أقول النهاردة منظومة النادي الأهلي كلها سوبر كلها جميلة مجلس إدارة لاعبين جهاز فني جمهور تجربة استثنائية حالة فريدة وحالة مختلفة من نوعها في الرياضة المصرية ليه بقول كده؟ لأن أنا مش عايزك توقف عند بطولة السوبر عزيزي المشاهد الأهلاوي ما تجعلش خيالك واقف بس عند بطولة سوبر أنت حقاتها قبل كده كتير ولا برونزية عالم لسه من أسبوع يعني الفرحة بتنسل فرحة يا أخي يا أخي الفرحة اللي بتنسل فرحة اللي قبلها ولا توقف عند برونزية عالم هي الرابعة في مشاركاتك في كاسة العاملة الأندية أقف عند الحالة أقف عند حالة اسمها النادي الأهلي حالة مختلفة حالة جميلة حالة مش شبه أي حاجة تانية في منظومة الرياضة المصرية حالة هي عنوان مصر الحقيقي رياضية حالة لو أنت منها وإنت مشجع أهلاوي حتكون سعيد بها جدا ولو أنت بر المنظومة دي حتشوف النادي نادي مستفز حتشوف النادي الأهلي نادي مستفز المشاعرك محبط لطموحاتك بيقف عنده أحلامك وحتكون فعلا حاسس أن النادي ده عقب صعب أنا عايز أقول لك أن النادي اللي بدأت دوري المصري بتسعى دوريات متتالية وكأنه كان بيقول رسالة وكأنه كان بيقول أنا هنا الملك وما دون ذلك استثناء ويا أخي حاجة غريبة جدا ما بتديش فرصة يعني إيه ما بتديش فرصة 2019 في دوري أبطال أفريقيا بتخسر بالخماسية من ساندونز وبتخرج من البطولة أنديت أفريقيا بتقول حنشم نفسنا كفاية بقى النادي الأهلي حيدخلوا يعني في فترة من الإخفاقات خمس ست سنين يا أخي كده لا عشرين عشرين البطل عشرين واحد وعشرين البطل عشرين تلاتة وعشرين بتلعب النهائي والحاجة الوحيدة اللي بتمنعك إنك بتتكتف وتلعب النهائي من مباراة واحدة في مركب محمد الخامس عشان دي الطريقة الوحيدة اللي كانت تخسر بها اللقب بترجع وفي أرض الوداد بتاخد البطولة اللي بعضها أربع نهائيات متتالية من بعد 2019 بتحقق تلات ألقاب ومعهم في كاس العالم للأندية تلات برونزيات من أربع مشاركات متتالية طب تعال بقى انت واقد برونزية عالم للأندية وشفنا الفرق بين العالي وأي نادي تاني عندك نتاج سلبية قبل البطولة ما التحاد جده عنده نتاج سلبية ادخل في النتاج السلبية شوية بيخسر التحاد جده بسلسية منك ثم بيرجع في الدور السعودي بيمر بإخفاقات انت كده؟ لا انت استثنائم ازاي الباقي هو ده نادي لا بيقعد ما بتاخد البرونزية وبتكسب قراوة وبتحقق لقب غالي جدا او برونزية غالية ارجع بقى اهمت شوي سيب لي غيرك فرصة سيب لي غيرك لؤمة سيب لي غيرك حتى أقل حاجة ممكن يمروا بيها بلقب السوبر لا بتدي الناس الأمل وفي مباراة سيراميكا والأسماء بتكتب مني شوط رقلات الجزاء أنا هنا الملك أنا هنا النادي الأهلي في الدقيقة 94 امام عشور بيقدر يسجل بتروح مباراة فيوتشر انت يااخ تعبان انت يااخ مجهد ملكش أي أمل في الوقت الإضافي بتسجل التالت وبتسجل الرابع وبتحقق اللقب نادي مستفز كراويا نادي يا بخت اللي منه ويا معاناته ويا صعوبة وضعه في وجود الأهلي اللي مش معاه مبروك يا أسامة ونادي غريب مبروك يا فارس هو ده النادي الأهلي يعني من البداية واحنا أبطال في كل شيء لما تيجي تشوف بطولة الدوري هتلاقي النادي الأهلي مجموعة الألقاب اللي حققها تقريبا ضعف عدد كل الفرق اللي حصلت على بطولة الدوري وما أشبه الدوري بالسوبر واحد وعشرين بطولة سوبر النادي الأهلي له نصيب الأسد لا له ضعف على طول النادي الأهلي 14 بطولة سوبر وتشارج باقي أندية الدوري وباقي الأندية المصرية في سبع ألقاب ده الوضع الطبيعي لكرة القدم المصرية في وجود النادي الأهلي إن إخفاقاتي تتساوى على الجميع ودايما بذكركم بمرحلة 62 حتى 67 عندما غاب مالك الغابة عن العرش أصبح أي نادي ممكن يعتلي هذا العرش المحلة خرددوري الأولمبي خرددوري الإسماعيلي خرددوري الترسانة خرددوري الزمالك خرددوري الاستحواز ورقم واحد مسجل باسم النادي الأهلي يمكن المعلق الكبير عبدالله عامر اللي إدى النادي الأهلي حقه قال احترم منصات التتويج يا أهلي لا النادي الأهلي بيحترم منصات التتويج ومنصات التتويج بتحترم النادي الأهلي ومنصات التتويج بتحترم بطلها عشان كده دايما وأبدا هتلاقي علاقة طول العمر بين منصات التتويج والمركز الأول والنادي الأهلي النادي الأهلي اللي بالفعل ألب كل استداد الوطن العربي بل ألب كل استداد العالم لتكون شاهدة على إنجازاته لقاعة احتفالات حرفيا ببطلات النادي الأهلي فهو ده النادي الأهلي اللي زي ما حالكم شايفين كقوس ورا كقوس ورا كقوس ودايما يا رب دايما يا رب احتفالات والأهم بقى من كل ده جمهير النادي الأهلي والنادي الأهلي ما عندوش حد للشبع انا مش بازهق بطولات انا مش باشبع بطولات انا النهاردة وانا واخد برونزية كأس العالم للاندية بطلع على طول بلعب بعد 72 ساعة وبرغم يعني التوقيت التعسفي جدا للنادي الاهلي اللي يدوب عمل تمرينة واحدة قبل المباراة لكن انا راجع انا عارف انا رايح فين انا راجع عشان انا بشارك في البطولة دي عشان اخد اللقب ده وبالتالي ادر النادي الاهلي باللعيبة الحقيقة اللي كتبوا اسميهم في تاريخ النادي الاهلي بل اسميهم في تاريخ كرة القدم مصرية باحرف من ماس في تحقيق بطولة السوبر المصري بعد يعني كده عارف انت لازم مش هناخد البطولة سهلة وهنا قاعد بتفرج كهربا بيجيب الجول الاول والجول التاني والدنيا سهلة وبنلعب على الشوت التاني نجيب جول ازاي واي جول يكون شكل جمالي طبعا الشحات اللي جاب الجول التاني فبدأت اللعيبة فاول الشوت التاني يعني تتسارع في اننا عايزين نسجل هدف حلو فيكون القدر غريب جدا انت قاعد مريح كده واخد بطولة وتطلع مش فرحان عادي كده وانت جمهور النادي الاهلي لا يحصل غلطة في ردة فعل في تعادل بتدخل للسيناريو السيناريو الغريب ده ايه القصة دي فتلاقي ان السيناريو ده كان مكتوب عشان مودس تسجل هدف السوبر ويتأخر هدف السوبر لديها 113 داخلين على رقلات الترجيح والبعد بدأ يقول اه السيناريوهات اللي زي دي بتقلب على الفريق اللي كان متقدم فالبطولة رايحة وبدأوا استعدوا لكتابات عن التحفيل على النادي الاهلي وفقدان النادي الاهلي لللقب فاذا بمودست بيجيب جول وبيصنع جول اخر لكريم فؤاد عشان تنتهي المبراء بالنتيجة المحببة للنادي الاهلي الفترة الاخيرة بربعية نفس السيناريو بالزبط هو سيناريو برونزية كأس العالم لاندية امام قروا جماهير النادي الاهلي ما كانش ينفع تفرح بالبطولة فرح عادي كده البطولة السهلة لا لازم يحصل سيناريو عشان بالفعل تفرح وتحتفل وتصدر الاحباط لكل من حاول ان هو او كل من انتظر ان النادي الاهلي يسقط لان الحقيقة البعض خلاص تفرغ لفكرة ومن فترة الحقيقة ان القصة بالنسبالي والبطولة بالنسبالي ليس الوصول الى منصات التتويق ولكن عرقلت مسيرة النادي الاهلي حتى لا يصل الى منصات التتويق سقوط النادي الاهلي هو بطولتي وانا مش هقدر حق بطولات في وجود النادي الاهلي النادي الاهلي اللي عربيا افريقيا محليا فارد سطوته وسيطرته واعاد عصر الغاب الى كرة القدم وده اللي بيحبه جماهير النادي الاهلي وده اللي بيحبه لعبي النادي الاهلي فمبروك لكل جماهير النادي الاهلي ومرة تانية لقطات تانية مع كقوس تانية ولقطة كابتن محمد الشناوي فارس احتفالا ورفع كأس السوبر المستحق للنادي الاهلي السوبر رقم 14 يعني مخرجنا شوارب جوا عند مبروك جاب لك الشناوي هو بيرفع الكاس الغالية اللي بجده مبروك يا أسامة ويعني أعتقد يا جماعة النادي الاهلي مش أتعب الآخرين لأن أنا بشوف أن شعور أنك تتعب الآخرين معناها أن عندهم رفاهية وعندهم فرصة ولكن في وجود النادي الاهلي لا يوجد فرص أنا بقول يا جماعة في وجود النادي الاهلي كل طموحك وكل أمالك حاول بس تقلل من ألقاب النادي الاهلي لا تحاولت نفسه ولا تحاولت تتفوق عليه لأن المعادلة فعلا صعبة صعبة بل مستحيلة